بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يا رسول الله وسلام بيحكي ليه أحد الأصدقاء بيقول كنت راكب سيارتي وكنت عايز أصل لمكان معين ولكنني لم أعرفه يعني فتوقفت فإذا بعمارة كده شيك شكلها جميل ونزل منها راجل لابس بدلة واضح إنه راجل سري جدا يعني فسأله قاله والله ممكن تدلين على المكان الفلان المكان ده كان مقابل لعمارة بالضبط يعني يعني مجرد بس هو يقوله إيه هذا هو المكان فقط فإذا بهذا الرجل المتكبر يقوله تقدر تركن سيارتك وتسأل حد من البوابين اللي موجودين ده يدلك على المكان ده فقاله شكرا وبعدين سأل حد ماشي قاله المكان هو يعني كانوا قدام العمارة سبحان الله يعني كل ما في الأمر إنه ما يقوله إيه المكان اللي انت عايزه ها هو مقابل لتلك العمارة ولكن ربنا سبحان الله شاء أن يحجب الخير عن الناس سبحان الله في بعض الناس الحقيقة بمعاصيها وأعمالها سيئة لأن التعاط والحسنات دي أرزاق يهابها الله سبحانه وتعالى لما نشاء وبيحكي لي برضو صديق آخر حاجة بقى عكسية تماما بيقول لي هو كان بيحضر دكتوراه في جامعة بعيدة في منطقة بعيدة نائية شوية فأقول كنا راحين يعني عشان نصل لمكان معين فدخل عنين الليل وكلنا في منطقة نائية ومنش لقى مكان أباد فيه وكان معنا شنطة سقيلة فلقينا واحد كده ملتحي شكله كده منور تمسنا فيه الخير فسألناه قلنا له ما تعرفش فندق بس نعمل إحنا تعبنا فقال آه طبعا حاضر معاكم بقول لي الراجل أقسم الملتحدة أن يحمل الحقيبة على كتفه قالوا لي يا عم لا شكرا وظل سبحان الله بقول أكتر من ساعتين بيلف معنا على الفنادق الفنادق كانت مكتزة المنطقة دي كانت منطقة جنب الهرم في القاهرة ومنطقة مكتزة بكسرة الساحين بيقول إيه بيقول ظل هذا الأخ الملتحي الحقيقة ويحمل الشنطة على كتفه رفض أبدا لغاية لما وجدنا فندق وسكننا واطمئلنا علينا وقال إيه قالوا الله يا جماعة إحنا لو ما كناش وجدنا فندق أنا كنت هستضيفكوا عندي في البيت فسبحان الله فطبعا دي أرزاق وربنا سبحانه وتعالى كريم ربنا عز وجل الإنسان لما يحسن في هذه الدنيا هو يحسن لنفسه والإنسان لما يقدم هو الأبرار ما معنى الأبرار الأبرار الذين يقدموا للبرى للناس ربنا عز وجل إن الأبرار لا في نعيم وعكسون بقى اللي بيؤذر الناس وإن الفجار لا في شحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين